هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك بمناسبة تكريم سموه من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومنح سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة بمناسبة ذكرى الخمسين بعد المئة لتأسيس الاتحاد وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تكريم سمو رئيس الوزراء في هذا الحفل الكبير يأتي اعترافاً دولياً كبيراً بدعم سموه وحرصه على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي الأمر الذي أكدته الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة الموقرة برئاسة سموه من تقدم في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى استمرارية التنمية في المملكة على مختلف الأصعدة وأضف سموه أن منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هذه الجائزة يؤكد إسهامات سموه الرامية إلى استقطاب الحكومة البحرينية للتكنولوجيا العالمية المختلفة وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة وأن مملكة البحرين حققت خلال السنوات الماضية تقدماً بارزاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأشار سموه شيخ ناصر بن حمد إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة له إسهامات جليلة ومتميزة في مجال دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي الأمر الذي جعل البحرين تحتل مكانة بارزة في هذا المجال وتثبت تطورها في استمرارية مشاريع التنمية وتطويرها ترجمة نانسي قنقر